مرحبا بكم مجددا أستاذ المشاهدين ونحن نواصل هذه التقطيع عن 11 عاما من التألق المهني والاستمرارية لقناة اليمنى اليوم نتشرف أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبدالولي المذابي المدير العام التنفيذي لقناة اليمنى اليوم صباح الخير يا أستاذ عبدالولي صباح خير كل عام أنت بخير كل يوم أنت بخير صحيح السلام علي من اليوم وكل جمهورها ومتابعها بألف خير أستاذ عبدالولي لا شك بأن 11 عاما من المهنية من الاستمرارية من تجاوز العديد من الصعوبات التي تعرضت قناة اليمنى اليوم لها منذ بداية التأسيس وحتى الآن الحملات مستمرة لإسكاة صوت اليمنى اليوم لكنها ظلت وسوف تستمر بأدائها وإدارة رسالتها الإعلامية بكل مهنية وحدثني أيضا عن البدايات لتأسيس وإنشاء قناة اليمنى اليوم ولما أيضا تم اختيار اسم اليمنى اليوم بداية أنا أحيي كل مشاهدي ومتابعي اليمنى اليوم ونعاهد الجميع أنه ستظل على النهجة التي بدأت به طبعا في البداية يعني قبل أن تنطلق القناة في حوالي 6 أشهرات كان الأستاذ مهيوب وأنا كنا من ضمن الطاقم الذي اشتغل على مشروع التأسيس معنا الأستاذ أحمد باد ويلان وكثير من الزملاء كمال الصعفاني وكثير فكانت الأفكار متعددة لم يتم الاستقرار على اسم القناة أولا أكثر من اسم طرح وأكثر من هوية طرحت كان من ضمنها هويات أن القناة تكون عائلية حين تكون على شكل منوعة مثل الـ MPC وكثير فالأخير استقر على اليمن اليوم كأخبارية سياسية على غرار أحد القنوات ما نفتخر به ونعتزبه في اليمن اليوم أنها من البداية فتح صدرها وشاشتها لكل اليمنيين دون استثناء لمختلف أطيافهم السياسية نعم وكان من البداية حتى في الكادر أنا أتذكر أنه في بداية تأسيسها جاء البعض يقول لزعمال عبدالله صالح أنه هؤلاء كانوا في الساحات وهؤلاء كانوا مع كذا وهؤلاء كانوا مع كذا فقال لهم كلمة واحدة قال لهم كلهم يمنيين كلهم أيا لنا وكلهم أبناءنا بأمانا واستوعب الجميع وأدل جميع أجسالته ذلك القنوات نجحت بقوة لأنها وضعت أهداف رئيسية منذ البداية يعني خلال سنة حصدنا جائزتين في مهرجان القاهرة الدعوة التلفزيون ومهرجان البحرين هذا كان إنجاز كبير لأنه كان تؤهل البرامج للمنافسة العربية والعالمية القناة كانت مؤهلة لذلك لكن طبعا تعرف ككل الأشجار المثمرة لا تسلم من الرمي بالحجارة فظلت هدف لكل متربص سواء الخصوم السياسيين أو من يضيقون بالحقيقة من يضيقون بالإبداع لأنه كانت طفرة اليمنى اليوم وقتها بدودة الصورة بالانتشار المراسلين كان لدينا مراسلين إلى درجة أنه اتهمنا بأننا نصنع الحدث يعني نحضر في أسرع وقت يعني تغطية مثلا الإنفجارات من ضمنها السبعين كان لدينا طاقة مصور في فان سيتي كان لأخ بندر هو موجود سيحدثكم عن هذا الواقع كان موجود يصور برامجه ووقع الحادث التفجير في السبعين فكان الأقرب هو وفريقه فخرجوا فقالوا أنه كيف حضرت اليمنى اليوم بهذه السرعة وقت القادة أكيد أنهم ما شاركوا في صناعة الحدث يعني فهذه كانت واحدة من الأمور التي تميزت به اليمنى اليوم سرعة التواجد سرعة التغطية أيضا الحيالية إلى حد كبير موجودين بنغطي بنفتح المجال للناس جميعا بأنهم يشاركوا بنفتح المجال أمام كل الآراء التي قد تنتقدنا وقد يعني تكون يعني حتى داخل القناة ليس فقط خارجنا يعني احنا استضفنا أبرز الخصوم السياسيين الذي نكلم مواقف واضحة من نظام حكم المؤتمر الشعبي العام ومن الرئيس العبد الرصالح رحمة الله تخشاه لكن لا مشكلة كان الزعيم كان داعم لهذا التوجه وصراحة أي نجاح هو يحسب لفكر ونهج الزعيم العبد الرصالح التسامب الوسطية التسامب التسامح فهو امتداد لفكره امتداد لنهجه طيب أكيد أستاذ عبدالولي الأثر اللي حققته قناة اليمن اليوم هو أثر كبير كلمنا أكثر عن هذا الأثر خاصة بعد ما انتقلت القناة هنا إلى القاهرة طبعا المرحلة التأسيس الثانية كانت مرحلة صعبة جدا يعني تشبيهها صعب أنا أقول لك أن واحد كان غني غناء فاحش وأصبح فقير فكر معدن يعني عندنا حوالي مئتين وخمسين موظف كنا في صنعاء عندنا استوديوهات متعددة استوديو حوالي خمسمائة متر وفي استوديوهات أخرى وشاشات عملاقة يعني أول يعني نفس على مستوى الشرق الأوسط ربما والمرة تدخل بهذا الحجم يعني كل الإمكانيات التقنية والفنية كلها متوفرة وفجأة تجد نفسك أنه لا تمتلك سواء ثنين هردات فيها بعض المواد الوثائقية أو التسجيلية ومطلوب منك أنه تواكب وإلى آخر يعني إلى اليوم لا يزال البعض ينتقدنا على بعض الأمور لا يعرفوا أنه إحنا مكتبتنا كوناه هنا صحيح يعني صنعنا كل شيء هنا من الصفر بدأنا من الصفر بدأنا بكادر بسيط كان في البداية كان معنا عدد من الزملاء منهم صبري منهم من العتيبة إحي العذاب السدر مهيوم إذا مجموعة بسيطة كانت في البداية وكل يوم كنا نضيف جديد كل يوم كنا نصنع شيء جديد إلى أن توصلنا إلى الشكل الموجود حاليا وهو ليس كل قناعتنا وليس كل طموحنا يعني بالعكس سنة هذه 2023 أطلقنا خمسة برامج جديدة سنطلق خلال الأسبوع هذا وسيكون هناك أيضا برنامج سادس من الميدان تفاعلي ميداني ليس فقط بالاتصالات لكن سيكون مباشر من الميدان على غرار منبر الشعب يعني بإمكان المواطن أنه يوصل صوته من أي منطقة في مناطق الجمهورية أو في مناطق الاغتراب وصل رسائله للجهات المعنية طيب يا سيد عبدالله ما هو الأثر الذي أحدثته قناة اليمن اليوم خلال السنوات الماضية والذي جعلها تتبوأ مراكز متقدمة لتصل إلى سنوات أنه هي القناة الأكثر مشاهدة داخل اليمن طبعا الأولا الانفتاح على الآخر هذا أهم منه أهم شرط عندما تكون تمثل طيف سياسي واحد وتمثل وجهة نظر واحدة فأنت تحدد جمهور محدد يعني أنت تختار جمهورك وتحصره في نوعية سياسية معينة في نوعية اجتماعية معينة لكن لذلك كان العنوان هذا العام هو التنوع التنوع والتعدد يعني نحن الآن عندنا التنوع الجغرافي عندنا التنوع السياسي عندنا التنوع الثقافي عندنا تنوع القالب تنوع المضامين يعني عندنا تقريبا مغطين كل القوالب الفنية سواء في التحرير الإخباري أو في البرامج موجود الشكل الحواري التعليق التحليل إلى آخر ذلك وفي البرامج أيضا في الأخبار أيضا استطعنا أن نجد الخدمة الإخبارية المشبعة والمعمق خلال ملفات الإخبارية يعني يصبح الخبر لا يقرأ فقط وتقلب الصفحة يقرأ الخبر وتم تحليله وتم تقديم خلفيات كافية عنه مثل البانوراما أو عروض بانوراما متعددة سكايب عبر مراسلين أيضا عبر محللين سياسيين كل الأشكال لخدمة الخبر بحيث أن المشاهد يخرج بحصيلة معلوماتية وبوجبة دسمة من المعلومات طيب يا أستاذ عبدالولي المعايير اللي بيتم بها اختيار الكادر الذي يعمل في قناة اليمن اليوم كيف يتم اختياره؟ هو نفس الشرط الذي بضعه الزامع العبدالر صالح الكفاءة وجودة العمل هذا هو ما نستطيع أن نحكم به على أي شخص يقدم للوظيفة داخل يمن نفترض أن كل شخص يقدم لقناة اليمن اليوم أنه قادم بقناعاته نحن لا نفرض عليه قناعات معين لكن نفترض أن قناعاته هي من أوصلته إلى اليمن اليوم ذلك نرحب بالجميع مهما يعني حاول البعض أنه يمتعض أو كذا لكن في الأخير هذه قناة تمثل اليمن واليمن أكبر من العقول الصغيرة ومن العقول البعض الذي يحاول أن يحصل اليمن في رأي أو في موقف كان تحت ضغوط معين أستاذ عبدالي قبل سنوات أنت كنت صاحب برنامج جريء ومباشر ساحة حوار وتعرضت للكثير من المضايقة ووصلت إلى حد التهديد بتصفيتك يعني أغلب الزملاء داخل قناة اليمن اليوم أيضا تعرضوا للكثير من الحرب النفسية والضغوطات هناك من تم اعتقاله قدمنا العديد من الشهداء خلال فترات عمل قناة اليمن اليوم كل زميل وأن شهادة مجروحة يحمل قصة بطولة منذ خروجه إلى صنعاء وقدومه إلى القاهرة ما سر الروح المقاومة لدى الزملاء داخل قناة اليمن اليوم أن يستمروا رغم التهديدات رغم الضغوطات رغم الإرهاصات وما زلنا حتى اليوم نتعرض للكثير من التهديدات التي تصل من صنعها لكننا مستمرين في نظارنا وعلى درب الزعيم الشهد علي عبدالله صالح سائرون المتعة الإعلام هي في تعب دائما نقيس النجاح بمدى ما تبدل في هذا العمل كلما تعبت في العمل الإعلامي كلما شعرت بلذته وبجمال ما صنعته عندما تجد شخص في الشارع سواء يشيد بك أو ينتقدك أو كذا تعلم أن رسالتك وصلت دليل على نجاحك صحيح عندما تجد الخصوم المتطرفين يهددونك بالقتل أعرف أن رسالتك وصلت وبقوة وأوجعتهم نعم وهذا هو المطلوب أنه لابد من صوت يقول للممارسات الفاسدة الممارسات الإرهابية لجماعات تتبنى منطقة القوة ومنطقة فرض الموقف بالسلاح رسالتك وصلت إذن اليمن اليوم تمضي على طريق الصحيح خصومة متعددون نعرف ذلك نعرف أنه لديها خصوم سياسي على يعني كل من لديه قوة مسلحة على الأرض هو خصم من اليمن اليوم خارج إطار القانون هو خصم من اليمن اليوم وأكثر من معادي اليمن اليوم هي الميليشيات بكل أنواعها فلذلك احنا لا نستغرب أما قصة سالكفح قصة البطرة لو أحكي لك كم حصل داخل صنعة كما أحكي لك في الطريق إلى عدن كم من المآسي حصلت الذي سجن والذي جداون في الأخير وصلنا إلى القاهرة عدنا إلى الحضن الدافل هذه العاصمة التي انطلقت منها الشرار الأولى لثورة 26 سبتمبر ربما أستاذ ذكر العروض المغرية التي وصلت إلينا ونحن في القاهرة أن ننتقل إلى عاصمة عربية أخرى بث قناة اليمن اليوم جددا لكن رفعنا وجودنا هنا على هذه الأرض الحبيبة كوطن ثاني يتسع لهممنا لتطلعتنا لمساندتنا أكثر على مواصلة رسالتنا الألمية أستاذ عبدالولي لا شك بأن حملات التشويه مستمرة ضد قناة اليمن اليوم من خلال الماكنة الإيرانية التي تحاول أن تمول وتجند من خلال إغلاق قناة اليوتيوب أكثر من مرة الحملات على السوشيال ميديا من قبل عناصر الميليشيات وما زال البث مستمر وما زالت القناة اليمن اليوم موجودة برضو نحن صرنا أذكية يعني تعلمنا شوي يعني عرفنا أساليبهم عرفنا طرقهم والحمد لله كل يوم بنطور يعني حسرت نسبة البلاغات بأكثر من ثمانين في المئة على القناة لأنه كان بعض المثالب كان يستغلوها البعض لكن الآن نحن على الطريق الصحيح بنصحح أوضاعنا نسبة الاعتماد على البث عبر الشاشات حوالي ثلاثين في المئة يعني متعرف عليه الآن سبعين في المئة الاعتماد على السوشيال ميديا وهذا معروف الآن عالميا لذلك نحن نتجه إلى السوشيال ميديا وإلى تطوير وتحديث كل المنصات الموجودة البث المباشر على يوتيوب يعني يحظى بمشاهدة واسعة أيضا لدينا بث عبر موقع القناة في هذا اللحظة يعني القناة تبث على ثلاث منصات يعني على البث المباشر عبر الساترايد وأيضا عبر موقع القناة وأيضا عبر يوتيوب هذه مهمة جدا لأنه هناك جمهور محتمل يقف خلف شاشات التلفون وليس شاشات التلفزيون فمهم جدا الاتجاه إلى هذا المجال في بداية العام الجديد وبداية عام الحدي عشر للقناة أستاذ عبد الوليك الثاني عشر الثاني عشر كالإدارة إيش اللي بنعد به الجمهور اليمني واليمن ككل اللي بينتظرون وبيشاهدوا قناة اليمن اليوم هذا الصوت الحر لليمن ما نعد به المشاهد بواجه مهور اليمني اليوم هو أنه نظل على العهد ونظل كما يعرفوننا أدعوه إلى أنه لا تأثروا بالشائعات المغرضة لأنه في الأخير اليمني اليوم هي شاشة والشاشة هي من تحكم أما من يحكمون على النوايا فهؤلاء تجاوزوا حتى الأخلاق وتجاوزوا حتى أصول التعامل بين البشر طيب سيد عبدالولي هل تعتقد أن علينا اليوم يعني إعادة صياغة وسائل الإعلام الوطنية لتكون رأس حربة في المعركة في مواجهة الحرب النفسية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن أو حتى الميليشيات التي تعمل على تدمير العراق ولبنان يعني اليوم السلاح الإعلام هو واحد من أقوى الأسلحة المستخدمة في المعركة وكما رأينا أنه ممكن بإشعة واحدة تدمر بلد ممكن بأكاذيب تنشر وأنت مسيطر على الإعلام أيضا توصل الناس إلى قناعة منحرفة لذلك لابد من الاهتمام توحيد الصفة المواجه للمشروع الإيراني في المنطقة ولدينا الكثير من التجارب كما تفضلت هناك تجارب في العراق وفي لبنان وفي اليمن وهناك أيضا اتجاه لأيرانة المنطقة أيرانة الشركة الأوسط لكن في الأخير لا يصح إلا صحيح هذا فكر متطرف قد ينتهي النظام الإيراني قبل أن يصل إلى مبتغاه وهناك ثورة تعصف به في الوقت الراهن استخدم أساليب القوة أساليب سفك الدماء والإرهاب وإلى آخر ذلك لكن الشعب الإيراني لا يتوقف ويبدو أنه عازم على إنهاء هذا الفصل المأساوي من حياته طيب أستاذ عبداللولي طبعا كما ذكرنا الهجمات على السوشيال ميديا ما زالت مستمرة لأنهم يفكرون أن السوشيال ميديا أصبح هو السلاح الجديد الكل يتابع الكل مع الجوالات يتابع على تويتر أو فيسبوك أو كذا هذه الحملات وهذه الأراء المغرضة كيف يتم الرد عليها من قبل قناة اليمن اليوم الرد عمليا ليس الرد للدخول في مهاترات هذه ليس أسلوب اليمن اليوم ولا موظفي اليمن اليوم والرد عمليا دائما نحن نسبقهم عادة بخطوة دائما من يكتب ضدك هو موجوع لأنه رأى نفسه أقل من أن يجارك لذلك كاللاعب الذي يمارس الخشونة هو عجز بأنه يلحق باللاعب الذي يمسك بالكورة أو يسبقه لذلك ينجأ إلى الخشونة وإلى استخدام العنف من يستخدمون الخشونة سواء في الألفاظ وكذا هم لا يستطيعون أن يجاروا اليمن اليوم ولا أخلاق موظفي اليمن اليوم لذلك نحن نشعر بسعادة غامرة عندما نجد مثل هذه الردود الأفعال فنحن نشعر على الطريقة الصحية السيد عبدالولي طبعا سؤالي الأخير يوم أمس كنا في حفل مصغر زملاء بيننا البين وكانت المشاعر فياضة كانت أيضا الدموع موجودة في عينيك هل هي دموع الحنين إلى الوطن دموع الانتصار أنه 11 عاما مضت من أعمارنا كلنا ونحن داخل بيتنا الكبير بيت اليمن اليوم أيضا الحنين للزمال على العزاء تذكرنا الناس الذي فقدناهم تذكرنا من ماتوا ومن توفهم الله رحمة الله تخشأهم أيضا دموع الفرح والانتصار أنه نحن نعمل في ظل ظروف استثنائية ونشعر بالفخر والاعتزاز بأنه نحن نشكر قناة اليمن اليوم من منحتنا فرصة الانتماء إليها يعني صراحة الموقف عندما تستعرض 11 سنة من عمر القناة يا أخي هذه فترة لو دونت تحتاج إلى مجلدات يعني رب تتكلم على 11 سنة لكن 11 سنة من الذي تحويه 11 سنة لم تتعرض لأي قناة يمنية 11 سنة 11 سنة نهبت خلالها القناة نهب أكثر من بره يعني تشرد موظفيها هناك من من لا زل مصيره مجهول هناك يعني قصص كثيرة كثيرة ومؤلمة لكن هناك أيضا قصص نجاح فتختلط المشاعر لكن عندما تذكر الزعمة على عبدالله صالح كيف كان يرعم وظفيها القناة ويسانده ويظهر إلى جانبه تشعر بالفقد الكبير يعني كل شيء يعوض لله الزعمة على عبدالله صالح الله يرحمه رحمة الله تعالى سمع لديك سؤال أكيد طبعا أكيد حب أن أسأل أكثر لكن نشكر لك يا أستاذ عبدالولي المذابي المدير العامة تنفيذي قناة اليمنين شكرا على حضورك شكرا على وقتك شكرا على مجهودك لإنجاح هذا الصرح الكبير واختيارك الدقيق المناسب للإعلاميين اللي ظهروا على الشاشة شكرا لوقتك والجهودك والمستمرة أكيد لإنجاح هذا العمل ولإيصال صوت المواطن اليمني وهموم ومشاكل أولي معتمد بعد الله على صوت هذه القناة شكرا لك شكرا لك ولا فوتني أن توجه أيضا بالشكر لسفير أحمد علي عبدالله صالح الذي أيضا يمضي في خط الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في رعايته للإعلام وعدم حتى التقيد أو تكبيل بالعكس ويطلق البجال للناس جميعا بأنه يتحدثوا بحرية ويعبروا عن قناعاتهم ويعبروا عن مواقفهم الحقيقية لأنه في الأخير ما لديه شجاعة في قول الحقيقة لا تخاف منه لأنه أنت قادر على أن تتحاججوا بالحجة وبالمنطقة كل التحية شكرا لكم سامر صبري شكرا لك كنت أحمد عليكم اليوم واتمنى لكم دائما النجاح وتفك شكرا لكم شكرا لكم